متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال في تحديث جديد موجود داخل شات جي بي تي موجود حتى في الخطة المجانية وهذا التحديث خاص بإنتاج الصور لو دخلت على حسابك على شات جي بي تي وابتديت ان انت تدوس على التولز هتلاقي ان انت لما بتحب تنشئ صورة بتستخدم create image دلوقتي بيظهر مع create image بيظهر كمان الستايلز هتلاقي مجموعة من الستايلز المختلفة يعني عندك حدا اسمها سايبربونك أنيمي دراماتيك كالرينج بوك فوتو شوت انت هنا مش محتاج تقول شات جي بي تي ايه الستايل بالكتابة اللي انت عايزه داخل الأمر وبالتالي عملية الكتابة الخاصة بالأمر هتكون أسهل تعالى كده نعرف الفرق ما بين الستايلز المختلفة عشان لما تختار تبقى انت متخيل شكل الصورة هتطلع لك عاملة ازاي أولا السايبربونك السايبربونك لو انت عايز تعمل مشاهد خيال علمي شخصيات فيها روبوتكس أو حاجة مستقبلية بتتكلم عن حاجة في المستقبل هنا في الحالة دي حيكون النمط أو الستايل الخاص بالسايبربونك هو أفضل استايل ممكن ان انت تستخدمه فالصورة بتطلع لك فيها ألوان كده أضواء بتاعتها نيون وفيه أسطوب كده تحس انه هو مظلم شوية يعني الألوان الغالب ألوان دارك شوية داخل الصورة وفيها تكنولوجيا عالية تعال انجرب الموضوع ده بأول مثال حنستخدمه دلوقتي هبتدي حط الأمر بتاعي روبوت يقف في وسط شارع مبلل بالمطر في المدينة مستقبلية أضواء نيون بنفس جاية وزرقاء هنا بس أنا حددت شوية الأضواء عايزة ألوان الغالب عليها عاملة إزاي وهنا هبتدي اروح للسايل أدوس على سايبربونك وأبتدي ان أنا أدوس انتر ونشوف النتيجة بتاعتها هنا في الأول كريد ان اميج هنا سايبربونك مود أو ستايل فهبتدي هنا ينشئ الصورة وطبعا يفضل طالما انت تشتغل جوه شات جي بي تي ان انت يعني تحدد الأبعاد الخاصة بالصورة 16-9-1-1 طالما انت شغال جوه شات جي بي تي أتمنى بقى شات جي بي تي يعمل لنا الاسبكت ريشو دي وزبطانا ادي الصورة بتاعتنا ده السايبربونك زي ما احنا شايفين الألوان نيون الصور بتكون في تشاريستيك أكتر لو انت بقى يعني بتعمل مشاهد أو عايز تعمل مشاهد من صورة خيال علمي حاجة مستقبلية تقدر ان انت تستخدم هذا الستايل يلا بينا نشوف ستايل تاني تاني ستايل معايا وهو الأنيمي ومن اسمه كده هو مستوحى من الرسوم المتحركة اليابانية بيبقى الشكل البصري بتاع الأشخاص اللي موجودة عنيهم كبيرة ملامح كارتونية ألوان نعمة تعبير مبالغ فيها لو انت عايز شخصيات القصص المصورة الصور اللطيفة أو البطولية في الحالة دي من الأفضل ان انت تستخدم الأنيمي يلا بينا نستخدم كده أمر ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي باستخدام الأنيمي ستايل هنا هبتدي حط الأمر بتاعي شاب ياباني بشعر أسود شائك وعيون زرقاء لامعة يرتدي زي مدرسي يقف أمام شبرت ساكورا وهنا هختار الستايل طبعا ما ننساش نختار create image ونختار الستايل أنيمي ونشوف النتيجة والميزة أني دايماً الصور بتاعت الأنيمي بيكون فيها تفاصيل يعني دايماً لو أنت مهتم بالتفاصيل فالأنيمي بيديك تفاصيل حلو قوي في الصورة وشوف جمال الصورة المنتجة بالأنيمي من خلال شات جي بي تي فور أو من النماذج اللي هتلاقيها على بعض المنصات بتاخد credits عالية قوي يأما تيجي تختار أن أنت تنشئ الصورة باستخدام أو فور image generator الخاص بشات جي بي تي هتلاقي بياخد credits عالية جداً ودي النتيجة الخاصة بصورة الأنيمي بالنسبة لدراماتيك هيد شوت الدراماتيك هيد شوت من الستايلز اللي بتستخدم لما كون عايز أستخدم ألوان دكنا ويبقى فيه زلال قوية والتركيز يكون على تعبير الوجه الاستخدام دايماً بتكون في الصور الشخصية والمشاهد القوية اللي هي الدراماتيك أو محتاج يكون فيها إضاءة سينمائية ففي الحالة دي بستخدم الدراماتيك هيد شوت يلا بينا نشوف نتيجة الدراماتيك هيد شوت ستايل دي أحط الأمر بتاعي رجل كبير في السن لحية خفيفة نظرة حدة نصف وجهه كده كأنه مغمور في الضل ملمح وشه فيها قوة وتأمل وفي الستايلز هختار دراماتيك شوت أول ما اخترت الدراماتيك شوت هتلاقيه كده هو ترجم لنفسه Create an ultra realistic high contrast black and white هيد شوت close up black shadow background واللينس اللي هو العدسة 35 مليميتر 4K quality والأسبيكت ريشو 4 ل 3 أعتقد هنا أنا ممكن أخليها 16 ل 9 أتحكم فيها يعني أخلي هنا مثلا 16 ل 9 وأبتدي أن أنا أدوس Enter وتعالي نشوف النتيجة بصوا الكواليتي ultra realistic نصف وجهه مغمور في الضل بين على وشه التأمل والقوة والصلابة زي ما احنا شايفين وفي الاخر طبعا بتعمل download ودي النتيجة إنها إيه تعالي نشوف style تاني الstyle اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي هو style كتير جدا بيكون عايز ينشئ صور يعمل بيها كتاب تلوين في الحالة دي أنت حتستخدم coloring book style coloring book style كده من اسمه بيستخدم في إيه لو أنت عايز تعمل صفحات تلوين للأطفال أو لتطبيقات تعليمية بتستخدم فيها الأبيض والأسود بدون تصليل وبتستخدم خطوط بسيطة ووضحة وزي ما قلتلك هي كلها عبارة عن إيه رسومات بخطوط وضحة لكتب مخصصة للتلوين أنا حبتدي أحط الأمر ولد صغير أحط دي قبعة وينظر بابتسامة بس كده وهنا في الstyle هاختار coloring book حولي على طول create an image in children's coloring book style bold even black outlines or on white no shading or tone ويه أنا قلتلك بدون تصليل فهنا ده الوصف بتاعها ويه انتر وتعالا نشوف النتيجة واخد بالك أنا شلت الوصف الكامل اللي كان موجود جنب ولد صغير وقادي النتيجة الخاصة بالصورة نشوف style آخر بالنسبة للstyle اللي بعد كده وهو الفوتو شوت يعني من اسمه كده كأنك بتعمل جلسة تصوير واقعية سواء كانت الجلسة دي البرتري واقعي لشخص أو منتجات أو مشاهد طبيعية عايز في الشكل البصر يديك إضافة كده نعمة تفاصيل دقيقة خلفية السوديو هنا نقدر نقول عليه إن هو أسلوب فوتوغرافي احترافي بيشبه الصور الحقيقية نحط بالوقت مع بعض الوصف اللي احنا حنستخدمه الstyle الفوتو شوت حبتدي دوس enter ونشوف النتيجة بتاعي ودي النتيجة شاب أنيق يرتدي بدلة رسمية ويجلس على كورسي خشبي في السوديو بإضاءة نعمة وخلفية رمضية بأسلوب جلسة تصوير وقعية جدا ممكن على فكرة تشيل خالص جلسة تصوير وقعية جدا دي لأن قريت دي أنا أيلاله إن أنا عايزة هذا النوع من الstyle اللي هو الفوتو شوت ودي النتيجة جيدة جدا والتفاصيل كلها اللي أنا طلبتها في الأمر موجودة في الصورة النهائية الstyle اللي بعد كده اللي احنا هنروح نشوفه حاجة اسمها الريترو كارتون الريترو كارتون هو مستوحى من الرسوم المتحركة القديمة اللي هي من الخمسينات للسبعينات يعني مش كارتون عادي حتى هو اسمه كارتون كلاسيكي الشخصيات الطريفة بقى اللي فيها طبع comedy ينفع معها جدا هذا النوع من الstyle والخطوط بتكون برزة والتعبير بتكون كارتونية وواضحة يلا بينا نشوف نتيجة الأمر اللي قدامنا دلوقتي رجل كارتوني بيشارب كثيفة قبعة قديمة يقود سيارة صغيرة أول ما اخترت الstyle ده هنا على طول عطاني الوصف الخاص بهذا الstyle زي ما احنا شايفين هنا ممكن أقول الaspect ratio مثلا أقول 16 لتسعة aspect ratio وحبتدي أدوس enter ودي النتيجة النهائية زي ما احنا شايفين نتيجة رائعة جدا ونشوف style pin نيجي بقى ليه style ال 18 وهو مودة الثمانينات اللامعة ده كده ترجمته باللغة العربية هو أسلوب مستوحة من مودة الثمانينات وبريق الثمانينات ألوان بتلمع ملابس بتلمع ملسقات موسيقى شخصيات بأسلوب قديم ده المقصود بهذا الstyle تعالى كده نشوف أمر نستخدمه مع هذا الstyle رجل يرتدي بدل لامعة من الثمانينات بشعر طويل يمشي في شارع خالي من المرة وهنا style هختاره ال 18 ومش حسيبه بقى هو ينشيلي ال aspect ratio اللي هو شايفها ونشوف النتيجة في النتيجة زي ما احنا شايفين glam for life معرفش ليه يعني احنا ممكن نشيل glam for life دي نشيلها وانت بتحط الامر تعالى نشوف في آخر two styles معنا النهاردة نيجي بقى للart nouveau أو الفن الزغرفي ده أسلوب فني من القرن 19 والعشرين في ملسقات بقى فنية بورتريهات مشاهد رقية تقدر تستخدم هذا النوع من ال style يكون في زخارف كتيرة منها زخارف رباتية الالوان بتاعتها بتكون فتحة ونعمة هنا الامر ده هبتدي ان انا استخدم معاه ال style ال art nouveau على طول create an image in art nouveau style هيكون في organic shapes هيكون في floral mod fits soft elegance هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة وبص النتيجة وجمال التنفيذ زي تاعتنا بنت صغيرة ترتدي فستان مزغرف زي ما احنا شايفين وتقدر ان انت تعمل download نيجي بقى لآخر style معانا وهو اسمه sense wave وهو أسلوب مستوحة من الثمانينات خلف يد بق موسيقية مشاهد خيالية بتنستخدم امر وهنا الامر عبارة عن رجل يقود سيارة رياضية على طريق مفتوح خلفه شمس التغرف الخلفية يرتدي السطرة جلدية ونظرات شمسية هنا style ما ننساش نختار sense wave وندوس enter في النتيجة مع بعض زي ما احنا شايفين يعني ايه صورة خيالية شوية والشخص اصلا بيقود غلط السيارة بصراحة مش عارفة هو بيقود لا هنا النتيجة معقولة يعني النتيجة كويسة فاش اي مشكلة ودي الالوان الخاصة بهذا النوع من اللي style تحس انها خيالية شوية ومستوحية ايضا من الثمانينات اللي هي الاتين فيب هنا قلت معاكم النهاردة كل اللي الموجودة حاليا داخل شاة جي بي تي وزي ما قلتلك زي ما بتستخدم شاة جي بي تي في الخطة المجانية تقدر انت تختار الـ style بتاعة الصور اشوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما ننسوش تدعمونا باللايك وشير وكومنت لو كنتم من متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب